في نينوى يحاول أبناؤها إعادة أحياء تاريخها وتوثيق حضارتها التي تعرضت للتهديد والدمار جدارية ساحة سقور الحضر في الموصل عمل فني جديد أنجزه نحاتون شباب يستعرض مختلف الحضارات التي مرت على نينوى كان العمل من 20 جدارية 20 موضوع يتكلم منذ الزمن الآشوري كما قلت تسلسل العمل في أزمنا مختلفة مع عرفة بها مدينة الموصل ونفذنا البوابة الآشورية لتكون مدخل إلى هذا الزمن الآشوري ومن ثم بعض المواضيع التي عرفت بها الآشوريين بمساحة 222 مترا مربعا حاول النحاتون الشباب إيجاد معلم جديد يربط ماضي نينوى بحاضرها وما بعدها ربطنا الحاضر في الماضي وهو الجسر العتيق القديم الذي يعتبر رمز من هذه الرموز بفتاة الحضر التي تعتبر رمز وتاريخ هذه المدينة بما معناه أن هذه المدينة تمرض ولا تموت هذا العمل أعادت تفاؤل لأهالي ومثقفينين والذين اعتبروه تأكيدا على ضرورة النهوض بواقع نينوى على جميع الأصعدا الجدارية تروي تاريخ العراق القديم وبنفس الوقت تروي إسرار شباب الموصل واللي أبدعوا في هذا المجال وإيجاد هكذا جدارية تروي تاريخ البلد وتاريخ حضارة أعمال رائعة جدا فنية شيء نفخر بينه من مجرد مكب للأنقاض تحولت هذه البقعة من مدينة الموصل إلى ساحة ومطحف حضاري عادت نحت هوية نينوى والأمل لسكانها بإعادة إعمارها وانبعاثها من تحت الركام ترجمة نانسي قنقر